أعزائي الطلباء، زملاء الأعزاء، المشاهدين الكرام، متتبعي هذه القناة في كل مكان، تحية طيبة وبعد تشاهدون اليوم الحلقة الثالثة من سلسلة سوسيولوجيا التنظيمات في حلقات تندرج هذه الحلقة إلى جانب الحلقتين السابقتين الأولى والثانية في إطار الاشتغال أو عمل أعام هو إبسيمولوجيا المنهج الإبسيمولوجيا للميثود تعتبر هذه الحلقة برأي من أهم الحلقات أعتبرها غاية في الأهمية نظر لكونها تقف عند بعض التقييمات المنهجية التي قد تقلب تصورنا لسوسيولوجيا التنظيمات الرأسنا على عقل فنحن نقترح خلال هذه الحلقة مراجعة بعض التصورات وفحص دلالاتها ونقد محتواها المعرفي والمنهجي وجعلنا هذه الحلقة على ثلاثة محاور أولاً لماذا سوسيولوجيا التنظيمات وليس علم الاجتماع التنظيم لماذا هذه التسمية وليس التلك ثانياً سوسيولوجيا التنظيمات ليست ميداناً من ميادين السوسيولوجيا سوسيولوجيا ثالثاً سوسيولوجيا التنظيمات ليست نظرية ولعل أهمية هذه المحاور كما أو مأتوا إلى ذلك تكمن في أنها تعترض على الاستعمال الواتع لعبارة علم اجتماع التنظيم من قبل علماء اجتماع عرب أذكر من بينهم السيد الحسيني وطلعت أبراهيم لطفي وعلي الحوات وليس في الأمر بالنسبة لترافون أو عبث بالمصطلحات بل تصادم تصورات ومنظورات وسوف أبين ذلك تنطوي هذه المحاور كذلك على دعوة إلى مراجعة عامة لبعض الاختيارات البيداغوجية والديدكتيكية المتعلقة بتدريس سوسيولوجيا التنظيمات ولعل أهمها إدراج سوسيولوجيا التنظيمات في مجزوءة أو داخل مجزوءة ميادين سوسيولوجيا أو كذلك إدراجها في مجزوءة نظريات سوسيولوجيا إذن هذه الحلقة سوف تقدم بديلاً لهذه الاختيارات البيداغوجية والديدكتيكية التي تعتبرها على كل حال غير موفقة في اختياراتها تماماً كما هي التسمية علم الشماء التنظيم غير موفقة في نظري لتقديم وتعريف سوسيولوجيا التنظيمات بيانوا كل هذه الأمور فيما يلي لماذا اعتماد صيغة الجمع التنظيمات بدل التنظيم بدل صيغة المفرد؟ لماذا؟ أولاً التنظيم بالتعريف ينطوي على معيارية النغمة VT معيارية واضحة لكن هل نرفضنا لهذه المعيارية؟ يعني بالمقابل تثميننا للتنوع الذي تجسده المنظمات الصناعية والإدارية بشكل ملموس والمتصل بطبيعة هذه المنظمات فالملاحظة تؤكد أن منطق اشتغال مقاولة الصناعية ليس هو نفسه منطق اشتغال الإدارة العمومية ليس هو منطق اشتغال مصحة أو منطق اشتغال ثكنة عسكرية أو محكمة أو مؤسسة علمية إلى آخره هل هذا التنوع الواقعي في مضمون هذه المنظمات وطبيعة المهام التي تضطلع بها هو ما يدفعنا إلى اعتماد صيغة الجمع بدل المفرد؟ هل هذا التنوع الواقعي والمحسوس هو ما يدفعنا إلى اختيار التنظيمات بدل التنظيم؟ بأنه لا الأمر لا يختزل في نظري إلى التقابل بين الخاص والعام بين المحسوس والمجرد بحيث يصير التنظيم هو مجموع الخصائص المشتركة والعامة التي توحد مختلف المنظمات الموجودة بشكل ملموس على أرض الواقع وبالمناسبة هذا هو التصور الذي ساد لدى كل علماء الجمع التنظيم في العالم العربي يعتبروا بأن التنظيم هو المفهوم المجرد الذي نشتقه من مقارنتنا لمجموع المنظمات الموجودة واقعيا وبشكل محسوس ثم إن استعمال لصيغة الجمع بدل المفروض لا يمكن أن تختزل في هذا التصور لأنني اعتبرت منذ البداية في الحلقتين السابقتين أن موضوع سوسولوجيا التنظيمات ليس هو المنظمات والمؤسسات وإنما الأفعال الجماعية أي المنظمة ليس الكروديم الذي يستعمل عبارة لكسيون كوليكتيف يقول كل فعل الجماعي مهما بدأ رخوان ومهما بدأ هلاميا إلا وينطوي على قدر المعين من التنظيم أي قدر المعين من البنيانة موضوع سوسولوجيا التنظيمات هو الأفعال الجماعية لكسيون كوليكتيف إلا التنظيمات هي أنماط أفعال مبنيانة أو كل أساليب مبنيانة أو أساليب بنيانة للأفعال الجماعية دموض دستركتوراسيون دكسيون كوليكتيف هذه هي التنظيمات هذه الأساليب هي بمثابة حلول مخصوصة لسوليسيون بارتكوليار لمشكلات تواجه فاعلين لهم توجهات مختلفة ومتباينة لكن يتعين عليهم أن يوجه سلوكاتهم لتحقيق هدف المشترك إلا كيف نتعاون بينما نحن متنافسين هذه المشكلات التي قدمناها في الحلقة السابقة التنظيمات هي حلول لهذه المشكلة وما دامت هذه الحلول كما يقول كروزيي ما دامت هذه الحلول ليست الوحيدة الممكنة ولا هي الحلول المثلى ولا حتى الحلول المثلى نسبة إلى سياق أو مقام محدد فإنها تبقى تتحر لك داخل حقل إمكانيات أو أفق احتمالي واسع جدا الاختيار فيه لا يختزل إلى شروط قبلية أو محددات بنيوية لو كان الأمر كذلك لما وضع ميشيل كروزيو وإيرال فريد بيك في معلمتهما الفاعل والنسق فصل بالكامل ينتقد ينتقد النظريات التي اعتبرت بأن التنظيمات هي تتنوع بحسب عوامل أو متغييرات خارجية على تفاعل الأفراد وعلى مفاوضتهم لشروط التنظيم الأفعال منضمة بهذا المعنى لا تستنفد في أي ضرورة قبلية ومن ثم فإنها تخضع لجواز وإحتمال جذريين إن التنظيمات اختبارات إمبريقية لأفعال منظمة يطبعها جواز جذري ونظرا لهذا التعدد في إمكانات تحقق وعدم استنفاذ التنظيم في أي محددات قبلية سابقة على مفاوضة الفاعلين للوضعية التي تواجههم وتفرد عليهم عملا جمائيا فإننا نميل إلى استعمال اسم سوسيولوجيا التنظيمات بدل سوسيولوجيا يتصل هذا المحور بالمحور الثاني والذي نعتبر فيه أن سوسيولوجيا التنظيمات ليست نظارية ولكن عندما نقول ليست نظارية هذا لا يعني بأنها أقل من النظارية لا بل أكثر من نظارية سوسيولوجيا التنظيمات أن سوباراديجم يعني أن سوباراديجم يمكن أن تترتب عليه نظارية ولكنه ليست نظارية هو أكبر من نظارية تماما كما أن البنيوية ليست نظارية أقل أننا ندريس في الجامعات والكليات في نظارية سوسيولوجيا يقترد علي البنيوية تبدأ آية نظارية السوسيولوجيا البنية ووظيفة بين الوظيفة نظيف عن satu Super Pary 돼요 في مشرق يتطب عليها التاعيق أخير Steam ما معنى السouparadeكم؟ لماذا هو ما ؟ في السوسيولوجيا كانت دهنة farther now ... �يتيجال Bourperformات ففيل لأنه لا يوجد في الواقع الاجتماعي فعل الخالص لا يوجد سوى تفاعلات منذ البداية هذا هو المعطاء البديهي الأولي الذي نستند إلي الكرام في ت حديد الأفعال الإجتماعية لأن الأفعال الإجتماعية توجد hil 1966 حق البيداتي الداخل�지 الداخلyes الأفعال كلها تفاعلت إذا هناك براديجمين براديجم حتمي و براديجم تفاعلي سوسولوجيا التنظيمات براديجم فرعي لأنها تنتمي إلى الراديجم التفاعلي البنيوية براديجم فرعي لأنها تنتمي إلى الراديجم الحتمي وتفتح أمامه فرصة أخرى لكسب قدرة كشفية أكبر إذا لذلك أنا أعتبر بأن سوسولوجيا التنظيمات ليست نظرية و إنما براديجم أكبر من نظرية يمكن أن يسفر على نظرية كما أصفرت البنيوية مثلا على نظرية في القرابة نعتبر كلود ليفستوس له نظرية في القرابة مبنية على المصاهرة مشعلة تحدد كما كان عند راركليف براون في النظرية البنيوية الوظيفية إذا البنيوية كما أفرزت نظريات يمكن لسوسولوجيا التنظيمات أن تفرز نظريات يجب وضع التنظيم إلى جانب البنية والوظيفة باعتبارها مفاهيم تعطي للسوسولوجيا أو تمنحها قرولات كشفية ما؟ سوسولوجيا التنظيمات ليست ميدان لماذا سوسولوجيا التنظيمات ليست ميدانا؟ من ميادين السوسولوجيا كما هو الحال بالنسبة لي الأسرة 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 الغريمة الغريمة العنف الرياضة السبب هو ميدان من ميادين السوسولوجيا كذلك تشغيل الأطفال هذه التيمات دي دومان دي دومان دي السوسولوجي التنظيمات ليست تيمة من تيمات التي تعالجها السوسولوجيا وإنما آدات تحليل تدعون إلى القيام بمراجعات إبستيمولوجيا عميقة للسوسولوجيا عموما إنها بلغة بلور نموذج قوي إن التنظيمات في عبارة سوسولوجيا التنظيمات ليست متغيراً تابعاً باللغة السوسولوجيا الإحصائية وإنما متغير تفسيري يفتح نافذة جديدة لفهم الفعل الاجتماعي اللي هو موضوع السوسولوجيا بامتياز لكن ربما اعترض قد يقول لماذا يختار سوسولوجيا التنظيمات إجراء بحوثهم الميدانية داخل مقاولة وإدارات إذا كان موضوعهم هو الفعل الجماعي عموماً لماذا يختارون أو يفضلون إجراء بحوثهم الميدانية داخل مقاولة وإدارات الجواب؟ هو أن المقاولات والإدارات تسمح بطرح مشكلة الفعل الجماعي بشكل مركز ومكتف ومن ثم فهي بمثابة مختبرات المقاولات والبيروقراطيات هي بمثابة مختبرات لمعالجة مشكلة يطرحها كل فعل جماعي مهما كان أولياً وضعف الإحكام لأن الإشكالية التي قد تكون مضمرة في الأفعال الجماعية غير المهيكلة تظهر بشكل واضح وصريح داخل المقاولات والإدارات إن المقاولة والإدارة بهذا المعنى تمثل ما تمثله البؤرة الضوئية في الدراسات العلمية للضوء فالضوء منتشراً في أرجاء المكان لا يفسح عن خصائصه بالشكل الذي يحدث عندما نركزه في بؤرة ضوئية مخصوصة أرجو أن تستفز هذه الحلقة الأدهان ليس من أجل إعادة تعريف موضوع السوسيولوجيا التنظيمات بل من أجل إعادة تعريف موضوع السوسيولوجيا عموماً وأتمنى أن تروقكم هذه الحلقة دمتم بخير وإلى اللقاء